تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قربة 135 طن مواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط قربة 16 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قربة 109 أطنان كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية من بينها 160 قضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وتم ضبط 19 قضية في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 297 طن ترجمة نانسي قنقر